وفي تلك الأثناء شدد رئيس مجلس النباب محمد الحلبوسي على ضرورة استكمال ما تبقى من الكابينة الوزارية لحكومة عدل عبد المهدي فضلا عن إنهاء ملف إدارة مؤسسات الدولة بالوكالة وأكد الحلبوسي وجوب تكاتف جهود جميع القوى السياسية لتشكيل حكومة قوية قادرة على تحقيق الاستقرار السياسي والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة مؤكدا أن ذلك لم يتم إلا بالجلوس على طاولة حوار واحدة وتغليب مصلحة الوطن والمواطن